للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا الآن من الرياض مباشرة وفي The Extra News شادي شاش شادي برحب بك معنا في هذه النشرة الإخبارية والتفاصيل في البداية لديك تفضل أهلا بك نانسي بالفاعل لوصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض لحضور القمة العربية الصينية في نسختها الأولى كان هناك استقبال كبير للرئيس السيسي في العاصمة السعودية وكبار المسؤولين السعوديين كانوا في استقبال الرئيس السيسي من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات تنائية مع عدد من القادة العرب الذين سيحضرون هذه القمة قمة الرياض للعلاقات الصينية العربية في نسختها الأولى نعلم تباما ننسي حجم العلاقات بين مصر والصين هذه علاقات تاريخية ممتدة أواصر الصداقة هي كبيرة أيضا التعاون السياسي والتعاون الاقتصادي يعني في أحسن حالاته حجم الاستثمارات الصينية في مصر أصبح كبيرا هناك مجموعة من اتفاقيات التعاون تم توقيعها بين مصر والصين ومن المنتظر بالطبع خلال هذه القمة التي ستعقد يوم الجمعة التوقيع على عدد أكبر من الاتفاقيات وأيضا مذكرات التعاون والتفاهم هذه قمة هامة للغاية يعني لمصر والصين وأيضا بالنسبة للدول العربية هناك يعني عقد جديد من الشراكة بين الصين والدول العربية الحقيقة يعني أنه هذه هي قمة أولى من نوعها ولكنها قمة هامة للغاية بتصدفها العاصمة السعودية الرياضي يعني هناك مباحاتات كثيرة ستتم خلال هذه القمة بين الصين وبين مصر وبين الدول العربية حول مجالات تتعلق بالغداء بالطاقة بالفضاء بالدكاء الاصطناعي بالمشروعات المشتركة بين الصين ومصر وأيضا الدول العربية الأخرى هناك أيضا مذكرات تفاهم واتفاقيات سيتم توقعها في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة أيضا البنية التحتية والعسكرية والتكنولوجيا الرقمية مجالات عدة نانسي تناقش في هذه القمة الهامة للغاية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض وبالطبع نعرف تماما مبادرة الحزام والطريق الصينية والتي مصر هي من ضمن هذه المبادرة وقناة السويس من ضمن هذه المبادرة وهذا الطريق ولذا يعني من المنتظر التوقيع على اتفاقيات عدة تتعلق أيضا بهذه المبادرة وحجم التعاون المشترك بين مصر والصين وننتظر اللقاءات وننتظر المخرجات إليك نانسي نعم شادي يعني أخيرا إن كان لديك أي معلومات عن جدول سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض إن كان تبين أي معلومات رسمية فيما يتعلق بجدول الزيارة لليوم وطبعا غدا القمة نعم يعني نانسي لها معلومات رسمية حتى الآن حول يعني موعيد لقاءات الرئيس السيسي ولكن من المنتظر طبعا أن يعقد لقاءات تنائية مع عدد كبير من القادة العرب الذين يحضرون هذه القمة العربية الصينية في الرياض وطبعا لقاء مع الرئيس الصيني تشي جي بينج لمباحاتات تنائية تجمع الرئيسين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني لمناقشة عدد من المباحاتات فبالتأكيد هناك لقاءات تنائية تتم اليوم بين الرئيس السيسي وعدد من القادة العرب وأيضا الرئيس الصيني بالطبع أنا حياة أشكرك شكرا جزيلا الزميل شادي شاش موفد أكسترانيوز كنت معنا من الرياض شكرا لك على كل هذه التفاصيل الوافية شادي شكرا لك